معنا الأستاذة سامية حضرتك يا فند أهلا وسهلا أستاذة سامية أهلا بك يا فند الله يكرمك تفضل يا فند حضرتك بس أنا دلوقتي في مشكلة فباباهم كان بيتخانق مع ابنه وابني في الشوك باباهم ده اللي هو جوزك أيوة طيب أنا فهم بس أنا بأتأكد بس أن لسه الزوجية قائمة تفضل يا فند أيوة فند فكان بيتخانق معهم بعدين مع ابنه بس كده هو في الشغل وابايت فالمهم بيقوله كده أنت فين ومش عرفه قال أنا بايت في الشغل فحصلت مشاربة كده بينهم فقال له طب لازم تيجي دلوقتي إذا لو ما جدش تبقى أم اقتالي طيب فسؤال حضرتك على إيه حكم الكلام اللي هو قاله ده إيه فسؤال حضرتك إيه حكم الكلام اللي هو قاله ده صح ما أنا مش عارفة هو دلوقتي هو وابنه أنا زنب أنا إيه والله وأنا والله أنت حندك حق أنا مش عارف والله الرجالة ما لها إيه اللي جرارها أنت زنبك إيه فخلينا أكلمه حاضر بوسي حاجة سامي أنت ملكي الزنب واللي بيعمله دوت كلام ما يصحش وقد يصل بيه إلى الحرام اللي هو بيفعله ده أنه يتلاعب بمسألة الأسرة ويتلاعب بالطلاق وده مش من حق أما مسألة إيه حكم اللي هو قاله ده يتصل بيه لأنه ما ينفعش أو يتصل بمئة وسبعة فضل للإفتاة المصرية ليه طيب؟ لأنه ما ينفعش في مسألة الطلاق أنه نفتي حد غير للشخص اللي هو تلفز بلفز الطلاق مش هنقول طلق اللي تلفز بلفز الطلاق لأن احنا عندنا جملة من التحققات بنتحقق بيها من الزوج عشان نعرف هل الطلاق وقع أو لم يقع نعم